مصاعب عدة تواجه فريق المحققين التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيموية من أجل كشف ملابسات الهجوم الكيموي المفترض الذي وقع في دوما في السابع من أبريل من أبرز هذه الصعوبات المخاطر الأمنية خصوصا بعد تعرض فريق أمني تابع للأمم المتحدة لإطلاق نار في السابع عشر من أبريل وكان ذلك خلال قيامه بمهمة استطلاعية في دوما تمهيدا لدخول محققي منظمة حظر الأسلحة الكيموية من بين هذه الصعوبات أيضا احتمال العبث بالأدلة وهو الأمر الذي أبدت باريس وواشنطن مخاوفهما من إمكانية حدوثه خصوصا في ظل سيطرة القوات السورية والروسية على موقع الهجوم المفترض وتدعي باريس وواشنطن في هذا الصدد تأخير دمشق وموسكو دخول المحققين رغم وصولهم إلى سوريا في الرابع عشر من أبريل في المقابل تنفي روسيا أي سؤانية متحدثة عن مسائل أمنية أخرت دخول فريق المحققين وأخيرا ذكرت الخارجية الروسية أن مسلحي المعارضة هم من يمنعون المحققين من الوصول إلى دوما وفي المجمل يرى خبراء ومسؤولون غربيون أن لدى محققين منظمة حظر الأسلحة فرصا ضئيلة لجمع أدلة دامغة ويقول هؤلاء إنه مثل كل مصرح للجريمة لا بد من وصول المحققين إلى الموقع في مدة لا تتجاوز 48 ساعة بينما وصلت هذه المدة في قضية الهجوم الكيموي المفترض في دوما إلى نحو 12 يوما ترجمة نانسي قنقر